عدم المهنية بالعمل وطبعاً اللي يدمر العملية التربوية هي هاي المجاملات والحقيقة أقول لكم هي المجاملات السياسية يعني اليوم أنا كناهب صير الامتحانات أظهر 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 باتداه الدور الثالث كأنما الطالب أنا أريد إيتي أسحل سحل بس أطلع من المرحلة وعبر المرحلة ماذا أنظر أنه هذا الطالب من أبر من هاي المرحلة للمرحلة اللي بعدها هل هو متمكن هل هو فتهم أراف راح ندار لهذه المرحلة وهو متسلح بالعلم سيد زيتون إحنا ما لدينا الزامية التعليم هسا؟ لا هي موجودة الزام قانون هذا الزامية التعليم بس ماكو الزام من قبل يعني ماكو متابعة لا أكو متابعة هسا ومتابعة المتسربين وإحنا هسا إيضاً همينا صار أكو تعديل على قانون محو الأمية وتعليم الكبار يعني صار هسا لكن هاي بصفة يعني تلقائية لا قانون صار بتعديل وصار بإلزام وصار بيعني صارت هيئة شلون بالله يعني خلينا نعرف اليوم حتى نتفائل شوي اليوم أستاذ علاء الحلبوسي اشتغل على هذا القانون نسوى به تعديلات وكانت عندنا في جلسة الرأي أيضاً همينا حوار ومناقشة على هذا الموضوع هذا قانون رح يصير به قانون يعني رح يصير مؤسسة لتعليم للقضاء على الأمية وتعليم الكبار يعني وأيضاً همينا رح يصير بها قبل كانت لحد الابتدائية اليوم رح ننضي بها إلى حتى السادس الإعدادي اليوم شون نولة تلزم يعني هسن جنابش ذكرتي أنه لا أكو إلزام شون حل يكون الإلزام هذا لا هو بالتأكيد أنه هو الموضوع التعليم إلزام على كل فرد عراقي وشون أنت أكو مثل ما تفضلتي